السلام عليكم ورحمة الله كيف تكون شو اخباركم اليوم حابين نحكي عن هاي البطة الموجودة اكيد بكل بيت طبعا هاي البطة معروفة بكل بيت كل الاولاد بحبوها بس هاي البطة فيها شغلات خطيرة كتير طبعا في وكالة اسمها وكالة نبهت كتير عن خطورة هاي الوسائق هاي الجراسيم المتواجدة بقلب هاي البطة طبعا متل ما لكم شايفين في عفونة وفي كتير شغلات انا ما تركت البطة غير اه ثلاث اربعة ايام وهيك صار في دغري هالعفونة وهي الشغلات هاي طبعا هاي البكتيريا اه حزروا منا بعد دراسة كبيرة انه اه ممكن تسبب التهاب امعاء وزاق الولد الطفل اه اه رش على وشه اه ممكن عيونه يصير فيهم التهاب طبعا لا سمح الله كمان في بعض الالتهابات ممكن تسبب آآ جفاف آآ بسبب آآ الالتهاب الشديد في المعدة وممكن آآ آآ سمح الله يعني تؤدي للوفاة يعني لا سمح الله طبعا واحد آآ بيحرص على هذا الشيء ودائما بيحاول انه ينظف آآ دائما هاي البطة بالذات وخليها ناشفة ما يخلي بقلبها اي نقطة مي او الاحرى ما يفوتها على بيته دائما يعني هاي اللعبة ما بعرف هي محبوبة عند الاطفال ولكن الافضل انه ما تكون موجودة لانه بصراحة فيها بكتيريا آآ اكيد حتكون ضارة آآ لجسم الطفل وممكن تأزيه خاصة ازا كان بعمر صغير ما بتحمل هيك شغلات وحبي تنبه وشكرا للكون السلام عليكم ورحمة الله وبركاته